الزمالك اللي بيعيش فترة جيدة جدا على مستوى فريق كرة القدم تحديدا وصول نهاية الكونفيدرالية بيفوز على النادي الاهلي في الدوري بيستعيد عافيته في الدوري وبيرجع تاني منافس على اللقب الامور هادئة اكثر استقرارا من اي وقت مضى ازامات اتحلت برفع ايقاف القيد في يناير لعيبا ضمت للفريق فوقت الفرقة يدوبك لسه ها ها الزمالك بياخد نفسه بياخد نفسه وتطلع له حكاية جديدة حكاية خارب بطيب النهاردة بحسن ما اعلن نادي الزمالك رسميا فالفيفا اوقف القيد لنادي الزمالك لمدة ثلاث فترات بسبب مستحقات متأخرة لصالح اللاعب المحترف المغربي خارب بطيب بص الحكاية اعتقد حضراتكم عارفينها هو مطلوب انه الزمالك يسدد اتنين اتنين مليون وربعمائة الف يورو لخارب بطيب اتنين مليون يورو هي مستحقاته المتأخرة وربعمائة الف فوايد على المبلغ يعني هم نتكلم تقريبا في حوالي مية وخمسين مليون جنيه مية وخمسين مليون جنيه لازم ولابد ان الزمالك يدفعه مالهاش مخرجة تمام؟ الراجل ده للتذكرة بس خارب بطيب لما جي نادي الزمالك في يناير 2019 لحد ما مشي كان لعب 24 مباراة مع نادي الزمالك مسجل خمس اهداف وصنع هدفين الراجل اللي هيخل من الزمالك ده دلوقتي غير اللي خدهم قبل كده مية وخمسين مليون جنيه كان جايب مع الزمالك خمس اهداف وصنع هدفين ف24 مباراة الراجل ده مش حاولكم تبقوا عارفين برضو لما الزمالك وقع معاه كان مكتوب في العقد انه كده كده هياخد نسبة 100% من عقده كل سنة يعني ايه؟ يعني معظم اللاعبين سواء اجانب او مصريين بيبقى في حاجة اسمها نسبة المشارك يعني اولا لو وصل لمرحلة معينة بياخد نسبة من العقد وصل مرحلة معينة دي في عدد المباراة اللي شارك فيها لعب كم مباراة هياخد كذا لعب كم مباراة هياخد كذا مش اللي هو هياخد 100% وخلاص بمعنى ايه؟ بمعنى اللي مكتوب في العقد ده اللي هو هياخد نسبة 100% من العقد انه لو كان خالد بو طيب قد ترخيره يعني بينزل يلعب قاوت ويخرج هياخد فلوسه كاملة نزل 30 ثانية وخرج هياخد فلوسه كاملة جاب جول ما جابش جول هياخد فلوسه كاملة مليش فيه بقى فراجل لحد ما مشي كان بياخد فلوسه واتبقله مستحقات متأخرة ما خدهاش طيب ايه الحكاية برضو عشراتكم تبقوا عارفين الصورة لحد ما اقول لك رأي يعني الراجل ده كان سافر عشان يتعالج من الاصابة مجلس ادارة الزمالك وقتها قال انه اللاعب انقطع عن التدريبات وتم فسخ العقد من طرف واحد اللي هو نادي الزمالك وقتها كان خالد بو طيب بعت لنادي الزمالك خطاب يقول فيه انه عنده اصابة وعايز يعمل عملية جراحية والزمالك مردش عليه بالمستندات يعني خالد بو طيب بعت بالمستندات الطبية انه عنده اصابة ولازم يتعالج فالزمالك مردش عليه كل بعد كده انه خطاب خالد بو طيب ده احد الاشخاص هنادي الزمالك معرفش مين هو اخفى هذا الخطاب فالزمالك معرفش بهذا الخطاب فده كان السبب او السبب اللي خلى خالد بو طيب يرفع القضية ويكسب هذه القضية بسهولة جدا طيب خالد بو طيب خلال هذه الفترة الزمالك قال انه هيقدم دفعاته اللي هي خلال الفترة السابقة مش هقصد خلال الفترة وقت القضية أنه هيقدم دفعاته أنه اللاعب انقطع عن التدريباته وبالتالي تم فسخ العقد من طرف واحد اللي هو نادي الزمالك بحسب العقد بتاع خايب بطيب لا يحق للزمالك فسخ العقد إلا بشرط واحد زي ما هو مكتوب أنه بعد نهاية الموسم التاني لللاعب مع نادي الزمالك اللاعب كان مواقع ثلاث مواسم بعد نهاية الموسم التاني يحق للزمالك فسخ العقد هو ده الشرط الوحيد مش إصابة ولا ولا انقطاع ولا اي حاجة دي الحكاية باختصار يعني بحاول اقولك باختصار شي تسمعتوا القصة دي بقالكوا كتير فمش عايز اتهول فيها الرأي بقى اللي بسيط جدا وسهل جدا وواضح جدا مين اللي هيتحاسب على 150 مليون جنيه هيطلعوا من بلدنا كده ليش دعوا بقى الوقتي بص ما تجيش تقول لي اصل زمالك اصل اهل اصل اسماعيل اصل مصر اصل مش عارف خب بالك الحكاية دي بتحصل بالمناسبة في معظم الاندية لعيب محترف يجي نتعامل معه بالفهلوة يطلع يرفع قضية ياخد فلوس قد كده بما في ذلك اتحاد الكرة دلوقتي مع بيتوريا انا قلقين جدا من قصة بيتوريا دي ان شاء الله يحلوها بس فكرة الفهلوة مع الاجانب ما بتاكلش مع كل الناس عشان في اجانب بنقصين كده بنتحك عليهم بنمشي حنة معاهم بالتراضي ونخلص طب خده الوروح بلدك روح يلعب في اي دولتان بس مش كلهم بيمشي معاهم الكلام ده وبالتالي احنا كل يوم والتاني عندنا قضية في محكمة المحكمة الرغضية الدولية كل يوم والتاني الفيفا حاكم لصالح احد اللاعبين والمدربين كل يوم والتاني فلوس بملايين الدولارات طلع من عندنا كده اللي هو ايه هدية هدية بصراحة يعني ده في لعيب اجانب هتبقى حبة تيجي تلعب في الدولة المصري مع عندنا المصرية عشان في الاخر هم اللي بيتحكوا علينا مش احنا اللي بيتحك عليهم قال يعني احنا اللي نصحين لا احنا مش نصحين خالص هم بيعرفوا ازاي يطلعوا مننا فلوس قد كده ببساطة مين يا جماعة اللي هيتحسب على المشاريب دي مين هتقول لي ما خلاص بقى ماليفات مات طيب يعني النهاردة النهاردة مجلس إدارة الزمالك المحترم الحالي يروح يجيب لعيب اجانب ويجيب مدربين اجانب وما يدفع لهمش فلوسهم ما مستحقتهم واللي يجي بعد يبقى يشيل الليلة غرامات بقى مش غرامات يشيلها هو وهتبدل ماشي بالمسلسل ده والمجلس ده مش هيخلد هيجي بعده فهي يقول لك ايه الفترة اللي في الاخر دي بقى ايه واسه باش يتعايد مع ده وتعايد مع ده ادفع له اللي هو عايزه اللي عايزه وكيه كيه مش ندفع حاجة وهيرفع قضايا وبعد كيه اللي جاي يبقى ايه هو اللي يشيل يا جماعة ببساطة لازم حد يتحاسب على قصة خيب وطيب دي مين الاسم معرفش حاته حد مسؤول الناس اللي شغال لوقت بمجلس دارة الزمالك والله بصفك عليهم واحد واحد وانا اطلع من مصيبة اخش في مصيبة تانية وايه هو مطالب بالضرورة القصوى انه يحل المشاكل كمان ويسيبك بقى تاني هوا اما شبك بقى حالات الزمالك الفلوس اللي بالدولارات وباليروهات اللي بياخدوها بالمجان لعيبة ومدربين اجانب بيخش مصر دول ليه البلد تتحمق ليه احنا في بلدنا نقدر نسيب الفلوس دي تطلع كده بسهولة دون ان يعاقب من هو مسؤول